الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الصدقة لها فضل عظيم عند رب العالمين أهلها أهم أهل النداءات الربانية بالبركات والعطايا الإلهية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن كرامة حدثت في أحد الأيام لأهل الصدقات فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن الرجل الذي كان يمشي في الصحراء فسمع صوتا في السماء أنسق حديقة فلان نداء للسحاب لينزل المطر على أرض فلان أو لأجل أرض فلان ما هذه البركة وما هذه الكرامة وما شأن هذا الرجل فتتبع هذا الرجل تلك السحابة حتى نزل الماء فتجمع في مكان ثم في مجرى ماء وفي نهاية مجرى الماء كما في الحديث رجل يحول الماء بمسحاته رجل مزارع فقير أو على قدره بسيط يحول الماء بمسحاته فأقبل عليه الرجل فقال ما اسمك؟ قال اسمي فلان فإذا به نفس الاسم الذي سمعه في السحاب فقال ولما؟ تسألني عن اسمي ما السر؟ قال فإني سمعت صوتا في السحاب يقول كذا وكذا وكذا فماذا تفعل؟ كيف وصلت إلى هذا حتى ينادى باسمك في السحاب؟ قال أما وقد أخبرتني فإني سأخبرك بما أفعل قال إني أنظر لما يخرج من تلك الأرض فأتصدق بثلثي صدق وأكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة هكذا نودي باسمه قد ينادى باسم الإنسان والعياذ بالله لكن في شأن لا يليق أبدا بعباد الرحمن يقول الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني أتعجب العبد يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلان استطعمك أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي رده وما أطعمه فشتان شتان ما بين نداء ونداء ولذلك هناك نداء ثالث يحدث ونحن لا ندري في كل يوم نداء ملائكي بأمر رب العالمين للمنفقين وللممسكين قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وينزل ملكان ما من يوم يصبح إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي ممفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا صعب دعاء وهذا دعاء هذا بالخلف وهذا بالتلف فلماذا نتمسك بما أعطانا الله إياه ثم يرجع خيره إلينا في الدنيا والآخرة من أعظم الحجب الربانية التي تحجب العبد عن جهنم صدقات قال صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيقف بين يدي رب يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان ما فيش مترجم فينظر أيمن منه على اليمين فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ماذا نفعل يا رسول الله قال فاتقوا النار ولو بشق تمره اجعل ما بينك وما بين النار حواجز ووقاية ولو بشيء بسيط من الصدقة ولو بشق تمره ولذلك أهل الإنفاق هم أهل الفلاح قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وكيف لا وهم الذين تكفل بشأنهم رب العالمين فقال في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك فاللهم اجعلنا من عبادك المنفقين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين